مقترح جديد درجته الحكومة في مشروع قانون البلدية الموجود حالياً على طاولة اللجنة الوزرية المكلفة بإصلاح هذا القانون الذي سيفرج عنه قريباً المقترح يتضمن إنشاء هيئة جديدة يطلق عليها تسمية مجلس المدينة الذي يعتبر امتداداً إقليمياً جديداً يتكون من مكتب تنفيذياً يتشكل من رئيس المجلس الشعبي للمدينة ونواب رئيس المجلس الشعبي ورؤساء اللجنة الدائمة ويسير المجلس الشعبي للمدينة وفقاً للنظام المطبق على المجالس الشعبية البلدية وبالنسبة لصلاحية المجلس فإن الأخير يتمتع بميزانية ووسائل مالية وبشرية من مساهمة جزء من موارد البلديات التي تتشكل منها والتي تسمح لها بممارسة المهام المشتركة للخدمة العمومية سيما ما تعلق بالنظافة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الطرق الحضرية، الإنارة العمومية، النشاط الاجتماعي والسياحة أما بخصوص المهام التي يتولى عمدة المدينة المنتخب من طرف نظرائها بالأغلبية المطلقة فهو يتكفل بتسير ممتلكات المدينة والحقوق الناشئة عنها أو الموضوعة تحت تصرفه وكذا ترأس اجتماعات المجلس الشعبي للمدينة لعرض المسائل الخاضعة لصلاحياته على أعضاء المجلس على غرار مشروع ميزانية المجلس هذا هو بإمكان رئيس المجلس الشعبي للمدينة باعتباره الآمر بالصرف لميزانية المدينة الاعتماد على مساعدة شرطة البلدية باتفاق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل تحصيل إرادات المدينة وإثبات تصفية النفقات كما أن مراقبة الميزانيات والحسابات تخضع في مجلس المدينة لنفس شروط والكيفيات المطبقة في المجالس البلدية إذن هي هيئة جديدة تضاف إلى الهيئات المشتركة في تجسير الشأن المحلية الذي يراهن عليها لخلق الثروة وخلق ديناميكية اقتصادية تغنيه عن التبعية المكرسة حالياً